لو ما كنتش يمكن وده انطلاقا من اول حديثنا خالص دخلت جوه التلفزيون دخلت جوه التقديم التلفزيوني كنت بترسب لنفسك ايه وقلت لي لانه ده عملي حاجات حلوة كتير بس قتل عندي حلم كان ايه الكتابة انا كنت بعشاء الكتابة انا تصدت نفسي عن الكتابة من فترة الاخوان وحتى الان عاجز عن الكتابة انا كنت مسك بريد الجمعة وكبيحة لمتعة سبته 2012 لان وجع البلد كان اكبر من وجع الاشخاص فسبت بريد الجمعة واخدت اجازة تفرغت من ساعة ما الاخوان حاكموا انا كنت بكتب وقفت الكتابة لان ما بقتش حاسس ايدي ما بقتش طيعة كنت حابقى صحفي كويس كنت هكمل مشروع المهني كان عندي مشروعين روايتين مجاهزهم كنت حابقى دكتب لسه دلوقتي بحاول يعني قاد في مكتبي وجاب الورق والقلم وبشاقبط تاني بلين ايدي لان الكتابة زي لعب الكرة الياقة بدنية اذا لم تكن لديك الياقة مش هتعرف تكتب والياقة في مخي كمان تعب محتاجة فضي من الزحمة اصعب 11 سنة في حياتي هما ال11 سنة اللي فاتوا علي وعلى اولادي وعلى النقلات وعلى البرد انا تحطت في مياه سخنة ومياه بردة ودست بالرجلين وتشلت على الكتاب وتشتمت وتبست وملقيت شاكل وأكلت يعني مريت بكل حاجة في ال11 سنة يعني شفت أيام فال11 سنة عشان تتخفف منهم وتخرج براهم وترجع ترى بعد إنساني مختلف ده شيء قاسي جداً صعب ترجمة نانسي قنقر